مين قالها؟ مين قال إنه الزلمي ولا الشاب يطلع له إنه يروح وين ما بده ويصهر وين ما بده ويعمل شو ما بده وعلاقات جنسية قبل الجواز ومش عارف شو والصبيلة؟ عمين بحطوا فكر كل حق بالنسبة للتحرش الجنسي؟ مش عربي بالذات دايما بحطوا على الضحية بقولوا إلا ما أنتو ببنتك بتخلوها تلبس مشلح وأبصر شو؟ يعني الضحية بصير بصير يفوت بدغوطات وبصير بطل اجتماعي بصير هيك أكتر يعني باطل بدي يشوف حدا وهيك بدلوا عشان هاي الشغلة إنه حطوا الحق عليه وهيك يعني هنا يفكروا خلص يعني إنه هي الحق عليها خلص لبسة إش مغري يعني خلص الشباب يعني زي كانوا إش قانوني هذا الإش إنه الشباب بيبدوا يتحشروا فيها عيب شرف عالي وشو بدي نحكوا عنا حتى إذا اعتدوا عليها جنسيا ولا تحرشوا فيها جنسيا يعني إنه لا الحق عليها هي هي اللابسة هيك مرات تر بنعت يعني من كتر الشد 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 إنه ممنون تطلع ممنون تطلع ممنون تطلع ممنون تطلع ممنون تطلع ممنون تطلع بصير لتعرف شو هاي أطلع يعني غلط إنه هي تعمل علاقة جنسية قبل ما تتجوز لأنه في حدود ممنون أنه هي تنجر لهذا الإشياء في أهالي كمان اللي بصير دوني يأخذوا حق هن بإيدهن بتيجوش له قانون بصير ساعت الحق على العالي مش على المعتدي إذا بتشكوا عليه أنا بصير يلحق هن كل الحياة بصير يلحق هن أنا بضي يقتل هن عشان ينشكوا عليه هي اللي مغرية هو مخصوش حرام هو مريض نفسيا يا حرام بدنا نحكي كل شي لو شو ما صار اشتركوا في القناة